اشتركوا في القناة ومشاركة عدد من الوزراء والمفتين والمسؤولين والعلماء والدعاء والباحثين ولفت معاليه الى اهمية مواكبة العصر وتطوراته والاستفادة المثلى من معطياته ونتائجه مع ضرورة ترشيدها والحذر من انفلاتها او استغلالها بشكل سيء ودعا معاليه جميع المؤسسات الاسلامية الفاعلة في العالم الى التعاون البناء في مجال الفضاء الالكتروني مؤكدا ضرورة تشجيع الاستخدام الصحيح للمواقع والمنصات الالكترونية وحماية المجتمعات من اخطار الانفلات في استخدامها كما دعا معالي رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية الى وضع ضوابط شرعية واضحة لتوظيف الفضاء الالكتروني في مجالات الافتاء والخطاب الديني والعمل الدعوي وتوقيع بروتوكولات بين المؤسسات الدينية تتعلق بالاستخدام الرشيد للفضاء الالكتروني